في استوديوهاتنا في أبوظبي مدير إدارة مصدر للطاقة النظيفة بدر اللامكي سيد بدر متى سيتم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع مصفوفة لندن بسم الله الرحمن الرحيم وشكراً لإستضافة مشروع مصفوفة في لندن طبعاً من الشاريع الحيوية لمصدر واللي شاركنا فيها مع شركانا المشروع ابتدى العمل فيه من مارس 2011 ووتيرة العمل فيه بشكل مستمر بشكل متسارع طبعاً مشروعي مثل تحدي كبير من ناحية التنفيذ ولكن في نفس الوقت تحفى هندسية المشروع حالياً يمر بمراحلة الأخيرة حيث يتم الانتهاء من تركيب كل التوربينات يتم حالياً الانتهاء من توصيل الكابلات البحرية يتم أيضاً الانتهاء من تشغيل وتركيب محطات الفرعية الكهربائية سواء كانت المحطتين في البحر أو المحطة الأساسية في البر والأمل إن شاء الله كل الأمل أن وطيرة العمل تنتهي ويتم تنفيذ المشروع وتسليمه في مطالع عام 2013 إن شاء الله في النصف الأول من عام 2013 دعم كم يبلغ عدد التوربينات التي تم تركيبها حتى الآن وأيضاً إجمال عدد التوربينات في المرحلة الأولى وكم ستنتج من الطاقة الكهربائية؟ طبعاً المشروع يجتمل تركيب حوالي 175 توربينا تم تنفيذ وتركيب حوالي 151 توربينا إلى الآن ساعة كل توربينا تتراوح ما بين 3 إلى 3.6 ميجاوات مما يجعل الطاقة الإجمالية للمرحلة الأولى من المشروع تملغ حوالي 630 ميجاوات وهي كمية كهرباء كافية لتوفير الطاقة لحوالي 400 و600 ألف منزل متوسط الحجم في بريطانيا نعم نحن نعلم أن لدى مصدر أيضاً مشروعات الطاقة المتجددة في إسبانيا هل لك أن تقدم لدى فكرة عن التقنيات المستخدمة في هذه المشاريع وأيضاً الطاقة الإنتاجية منها؟ نعم طبعاً السؤال هذا سؤال مهم وذو أهمية لدولة الإمارات دولة الإمارات حباه الله بطاقة حدروكاربونية تحت الأرض وطاقة شمسية فوق الأرض وحالياً في إسبانيا بنفذ ثلاث مشاريع قبل الخوض عن تفاصيلها ممكن للمشاهد أن أعطي فكرة سريعة توجن تقنيتان لمشاريع الطاقة الشمسية التقنية الأولية هي تقنية مباشرة والتقليدية حيث يتم إنتاج الكهرباء عن طريق الألواح الكهروضوئية وتطبيقاتها موجودة حتى في أبليكيشن موجودة في المنازل في حين التقنية الثانية هي تقنية إنتاج الكهرباء باستغلال الطاقة الشمسية لتوليد بخار الماء وتوليد بخار الماء لتشغيل التوربينات وإنتاج الكهرباء مشاريعنا في إسبانيا مشاريع ثلاثة المشروع الأول والمشروع الأساسي هو مشروع الحمد لله اشتاهمت المصدر بشكل كبير في تنفيذه وهو مشروع خيمة صولار الذي يتفضل بافتتاحه السيدي الفريق أول صاحب اسمه الشيخ محمد بن زايد عن أهيان وكذلك ملك إسبانيا الملك أخوان كارلوس في أكتوبر من العام الماضي هذا المشروع يجتمل على محطة لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 20 ميجاوات ويتمتع بخصوصية تخزين الطاقة الحرارية لاستخدامها خلال مراحل الليل وبالتالي ديمومة عملية الإنتاج من الكهرباء لفترة 24 ساعة يوجد أيضا لدينا محطتين أخرتان في أسبانيا محطة فالي واحد وفالي اثنان وكل واحد منها بطاقة استعابية تبلغ 50 ميجاوات فبالتالي مجموع الإجمالي لمشاريعنا الثلاثة في أسبانيا يبلغ حوالي 120 ميجاوات وجدير بالذكر أن في دولة الإمارات طبقنا مشروع الطاقة الكهروضوئية في مدينة مصدر منذ ثلاث سنوات بطاقة إنتاجية تبلغ 10 ميجاوات وحاليا أيضا وطيرة العمل متسارعة في المنطقة الغربية للانتهاء من عمليات تشغيلية لمشروع شمس واحد والذي يتوقع الانتهاء منه في بداية العام القادم نعم طيب سيد بدر ما هي أهمية المشروعات الخارجية بالنسبة إلى مصدر؟ طبعا قبل نجاوب على السؤال هذا المهم أن نتفهم أن دولة الإمارات بشكل عام لاعب أساسي في مجال الطاقة منذ عقود دولة الإمارات صدرت الطاقة الحيدروكاربونية سواء كانت النفط أو الغاز إلى العالم منذ عقود وهناك رؤية تم تنفيذها عن طريق مبادرة المصدر التي تم إنشاؤها منذ عام 2006 لاكتساب الخبرات وتنفيذ مشاريع تجارية داخل دولة الإمارات وخارجها وذلك الهدف من ورائه طبعا تعزيز ودعم استمرارية دولة الإمارات وإمارة أبوظبي بشكل خاص بلعب دور رئيسي في توريد الطاقة في المستقبل عن طريق مصارى الطاقة أخرى وبديلة التي يتوقع النمو فيها أن يكون بشكل متسارع وكذلك من أهدافنا في الاستثمارات الخارجية اكتساب الخبرات وكتساب المعرفة وطبعا تحقيق عوائد تجارية والتي أيضا في نفس الوقت تسمح لنا من خلال هذه الخبرات أن نساهم في تنفيذ مشاريع أخرى في مناطق أخرى حول العالم نعم في هذا السياق هل من مشروعات جديدة لدى مصدر في الدول العربية أيضا وما هي المشروعات المستقبلية للشركة نعم طبعا في عجالة لو رجعنا لست سنوات سابقة طبعا دولة الإمارات في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام كانت هي السباقة والرائدة في الالتفات لأهمية بدء العمل في مشاريع الطاقة المتجددة فوتيرة العمل متسارعة مشاريعنا وطمحاتنا أيضا كبيرة وهناك العديد من المناقشات مع الدول الشقيقة والصديقة طبعا سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب حيثما ينتهي الانتهاء من المباحثات في هذه الفرص الذي ممكن نذكره في هذه اللحظة أيضا أنه خلال الأسبوع الماضي الأسبوع القليل الماضي تم أيضا إطلاق مشروع مصدر في موريتانيا بطاقة استعابية تبلغ 15 ميجاوات ومشاريعنا المستقبلية طبعا راح تتبلور وأحب أن تهز هذه الفرصة بأن نتحدث عن أسبوع بوضابي للاستدامة في مطالع العام القادم وبالتحديد في من 13 إلى 17 يناير من عام 2013 أسبوع بوضابي الاستدامة راح يكون فرصة كبيرة لدولة الإمارات والمصدر بشكل عام والمعنيين والمهتمين بهذا القطاع للتباحث في التحديات والفرص في قطاع الطاقة المتجددة وفعاليات كثيرة راح تتواجد خلال أسبوع بوضابي الاستدامة منها على سبيل المثال دورة العقاد الجمعية العمومية لوكالة الطاقة المتجددة عيرينا قمة طاقة المستقبل في دورتها الجديدة أيضا راح يصادف المرة الأولى إطلاق قمة المياه العالمية حيث موضوع المياه من المواضيع المهمة ليس فقط في العالم وأيضا بالخصوص في هذه المنطقة ومنطقتنا في دول الخليج والدول الشرق الأوسط وأيضا خلال أسبوع بوضابي الاستدامة سيتم الإعلان عن الفائزين بجائزة زايد الطاقة المستقبل نعم من أبوضابي مدير إدارة مصدر للطاقة النظيفة بدر اللمكي شكرا جزيلا لك